وأن تعمل الأحزاب كل حزب يعمل لمصالحها الخاصة لا زال هو هذا السائد لا زال هذه السياسة المقبولة ولا زالت هذه الثقافة الطبيعية الآن يتعاملون الأحزاب كل حزب هاي الوزارة مالتي وهاي أنا أتصرف بها كتصرف المالك وهذه كل فوائدها وهذه إليه للأسف الشديد لا زالت هذه العقلية وهي هاي دمرت البلد خلال عشرين سنة وهاي ممكن تدمر البلد خلال مرحلة القادمة والمشكلة نحن في مرحلة جدا مفصلية وليش ما تتغير هذه العقلية؟ باكل هذه الهزات للأسف الشديد يعني لازم يصير فد نقلة وحقيقة يجب أنه تغيير لكل الوضع السياسي بقاء الوضع السياسي معناته دمار العراق ما أقول لك أنا دمار العراق بعد سنة وسنة لا 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 بعد بين خمسة إلى خمسطع سنة أقصى شيء العراق اعتبر منتهي إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن الوضع السياسي